النهاردة كمان شايفة السوشيال ميديا كلها عمالة بتتكلم عن يا جماعة هو اللحمة غلية ليه؟ اللحمة غلية ليه؟ دورنا ليه اللحمة غلية؟ يعني ايه الاسباب؟ يعني فيه والله سيدة فاضلة وسيدة محترمة كده لقيتها كدبه هو لما يبقى 230 جنيه كيلو اللحمة ده طبيعي؟ ايه لا كده هو 230 جنيه لكيلو اللحمة ده طبيعي؟ لا طبعا ده مش طبيعي ده مش طبيعي ان كيلو اللحمة في بلد يبقى بـ 230 من العملة بتاعتها انا بقى مش هقولك لا دولار ولا جنيه ولا ين ولا ريال ولا 230 جنيه ده رقم كبير رقم كبير في بلد زي مصر رقم كبير في بلد دخل الفرد بسيط جدا او متوسط دخل الفرد بسيط جدا والاسعار بالشكل ده قالك اليومين اللي فات وفي زياده 10% اليومين اللي فات وفي زياده 10% حصلت على موضوع اسعار اللحوم فسعرها بقى رسمي من 210 في الريف 210 في الريف و 230 في المراكز والمدن الكبرى يعني كده بنتكلم انك هتلاقيها في بعض الاماكن بـ 230 وبعض الاماكن غيرها هتلاقيها بـ 250 جنيه لكيلو اللحمة طبعا نقيب الجزارين طالع بيقول ان يعني نصايح بقى كله بقى بيديك نصايح ان الناس مش هتموت من غير لحمة وده حقيقي على فكرة الناس مش هتموت من غير لحمة خالص خالص يعني الناس ما بـ يعني عمر اللحمة عمر عدم اكل اللحمة ما موت حد وان اللي كان بيشتري اتنين كيلو كفية عليك نص نص كيلو حلو قوي يعني انا مثلا واحد وزوجتي وعندي تلات اطفال وكنا بنجيب كيلو فكل واحد يطلع له قطعه كده تمام لا دلوقتي هاتلك نص كيلو وشموها دي الحلول اللي بيقدموها تعالوا نسمعه يعني ما نشتريش لحمة ايوة لا انا بسألين لا هيك علم شيء يعني احنا المفروض اركز عليها اولى من اللحمة واولى من اي حاجة عشان خاطر نقدر نعدى لازمة دي الازمة دي ات ازمة على مية واللي كان بيشتري مثلا اثنين كيلو يكتفي على قد ونص كيلو لحد من عدبش ساهموت احنا من غير لحمة انا بقولك الكلام ده وانا نقيب الجزارين انا نقيب الجزارين وشايف ان مابل يد حيله وشايف ان مفيش اي نصيحه اقدر اقولها للناس غير ان اللي كان بيشتري يا جماعة اتنين كيلو يكتفي بنص كيلو ده اللي اقدر اقوله لكم لكن انا موعدكوش ان اللحمه دي ممكن سعرها انه ينزل او ان سعرها يقل او اي حاجه خالص هتفضل زي ما هي كده هتفضل بالسعر ده انتو اللي قللوا من استهلككم